نناقش ملف تفاقم ظاهرة المخدرات في العراق ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من لندن رئيس جماعية المحامين العرب في بريطانيا الأستاذ صباح المختار أهلا بكم سيدي أهلا أستاذ أستاذ صباح إلى أي مدى تعي الحكومة ومؤسساتها خطورة تعاطي 50% من الشباب العراقي للمخدرات والله من الواضح أنه ليس هناك وعي كامل عند أي جهة من الجهاد العراقية لا على مستوى السلطة التنفيذية مجلس الوزراء والوزراء ولا على مستوى السلطة التشريعية التي هي البرلمان حيث أن القانون مكافحة المخدرات العراقية هو قانون هزيل جدا يتضمن سعة مواد فيه مادتين فقط ذات علاقة بمكافحة المخدرات والباقي كلها تأسيس لجان ووضع برامج لكن ليس هناك أي مادة في هذا القانون لذلك يفترض أن الدولة الحكومة السلطة التنفيذية أو حتى البرلمان إذا كان هؤلاء البرلمانيون والنواب يعتقدون أن هناك مصلحة عامة ومصلحة عراقية عليهم أن يبحثوا في كيفية تعديل هذا القانون القانون حاليا لا يفرق بين مستعمل المخدرات والمتاجر بها مستعمل المخدرات يعاقب ويضع في السجن وتاجر المخدرات لا يحظى بأي مراقبة أو متابعة أو إيقاف من قبل الدولة هذا إذا أخذنا على أحسن الفروض لكن على أسوأ الفروض أن السلطة التنفيذية ويقبس من الأجهزة الأمنية ومناطق الحدود هم شركاء في تجارة المخدرات إيران هي الدولة الأكبر في تصدير المخدرات للعالم العراق كان عبارة عن ممر للمخدرات الآن العراق هو منطقة في استعمال المخدرات المخدرات منتشرة بين العراقيين الوزير العراقي يقول أن نصف الشباب يمكن الرقم أكبر من ذلك أستاذ صباح ما الذي يدفع نصف الشباب العراقي لتعاطي المخدرات أو المتاجرة بها رغم علمهم بالمخاطر على الصحة النفسية والمخاطر الصحية أيضا على الشباب بالإضافة إلى المخاطر الاجتماعية والله يا سيدتي أولا أرجو المعذرة هذا الافتراض هو غير صحيح الشباب العراقي الآن الذي يعاني من البطالة يعاني من عدم القدرة على الدراسة يعاني من عدم القدرة على القيام بأي عمل حياته معرضة إلى الخطر بين قتله وبين اختطافه وبين اختفاء إلى آخره بالنسبة لهذا الشاب ليس في مفهومه ما تتحدثين عنه هو لا ينظر إلى موضوع المصلحة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغير ذلك بالنسبة له هذا الشاب يدفع إلى اليأس يدفع إلى الوضع الذي يجعله ينخرط في الجريمة وفي المخدرات ليس فقط في تعاطيها وإنما حتى الاتجار فيها هؤلاء الشباب هذا المستقبل ما للعراق يجري تدميره نحن لا نتحدث في هذا المجال عن الوضع الحالي في العراق الوضع الحالي في العراق هو وضع مزري جدا نحن نتحدث عن مستقبل العراق الذي يجري تدميره الآن ما هي مخاطر عدم التصدي لظاهرة تفشي المخدرات والحد منها على غرار تأسيس مراكز للمدمنين على هذه المخدرات هناك القانون نظريا يتطلب أولا منع الاتجار من المخدرات ثانيا وضع برامج لرعاية الذين يعتادون على المخدرات بدل معاقبتهم هذا في الوقت الحاضر الجزء المهم هو لا يجري تنفيذه إذا كانت هناك مراكز ولا أعلم إن كانت هناك مراكز يبدو أنها لا تقوم بعمل يبدو أن هيئات المنظمات العمل المدني لا تقوم بواجبها يبدو أن الأجهزة الأمنية والتعليمية لا تجلب انتباه الشباب إلى المظار الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية على هؤلاء الشباب هؤلاء الشباب هم مستقبل العراق الآن يجري تدمير المستقبل ليس فقط الوضع الحاضر وإنما يجري تدمير مستقبل العراق عن طريق عدم إعطاء الأطفال المدارس والثقافة عدم تمكين الشباب من العمل عدم إيجاد فرص العمل عدم حمايتهم من الجريمة ومن المخدرات ومن بقايا الأشياء التي يتعرضون لديها لذلك المخاطر كبيرة جدا ليس على الوضع الحالي فقط وإنما على المستقبل المخدرات لم تكن موجودة في العراق قبل احتلاله عام 2003 بالعراق كان عيب أن واحد يأخذ مخدرات بحيث أن العراقيين كانوا يعيرون الناس بأن يقولون هذا حشاش الآن أصبح العراقيون يتعاطون هذه المخدرات وبالتالي هذا التغيير في السدوك الاجتماعي هذا مقصود دول الجوار بالذات إيران والأجهزة الأمنية والأجهزة المدنية في الحكومة العراقية أما تغض النظر أو تساهم أو تشارك في هذا المجال السلطة التشريعية لا تقوم بتعديل القانون ولا تتابع كيفية حماية الشباب من هذه المأساة التي يمر فيها العراق الأضرار كبيرة جدا على الآن وعلى المستقبل شكرا جزيلا لكم رئيس جماعة المحامين العرب في بريطانيا الأستاذ صباح مختار حدثنا عبر خدمة سكايب من لندن